جديدة في إطار علوم الحياة والأرض حصة اليوم ستترقو وتصحيح التمرين المتعلق بالطورة الاستدراكية 2017 علوم فيزيائية والتي تهم درس المزوئة استعمال مواد العضوية وغير العضوية في المعطاية التمرين كانت على الشكل التالي احتضنت مراكش ما بين سبعة وثمانتاش نوانبير 2016 مؤتمر أطراف كوفانت دول الأمم المتحدة حول تغيير المناخ اتفقت خلال الدول المشاركة على اجراءة وتفعيل بنود اتفاق كوفانت دول المنعقد بباريس وتنفيذها لتجنب كوارث بيئية محققة قبل حلول عام 2050 نتيجة استفعال ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك في تقليص ارتفاع درجة حرارة الأرض بجوج الدرجات لذلك الوقوف على انتزامات المغرب ورؤيته الاستراتيجية في المجال الطاقي ومقارنة تجاري بدول أخرى نقترح دراسة المعطيات الآتية المعطاة الأول يعتبر تنائي اوكسيد الكربون من الغازات المسببة لاحتفاس الحراري إذا تنستروا على هذه المعلومات ولقد عرفت حريره في الهواء تزايد المستمرة منذ بداية القرن الماضي تقدم الواثقة واحد معطيات حول مساهمة مختلف المصادر الطاقية في الانتاج العالمي للكهرباء خلال 2006 الشكل آلف وكمية تنائي اوكسيد الكربون المحرر في الهواء حسب مختلف المصادر المستعبلة في إنتاج الكهرباء الشكل بداية إذا السؤال باستثمارك لشكلي الواثقة ماذا؟ واحد إذا هنا انتباع قبل ما نبدأ في الإجابة دينا عندنا هنا أمر باستثمارك لشكلي الواثقة واحد بمعنى غادي نساويش نقررنا الدرس الإجابة نجبدوها من هذا الشكل آلف والشكل بادينا إذا ما الذي مطلوب مننا والذي سوف نخرجه من هذا الشكلين أربط العلاقة بين الهاتفاس الحرار وإنتاج الكهرباء بمعنى إنتاج الكهرباء ما هو دوره أو كيف يساهم إنتاج الكهرباء في الهاتفاس الحرار ما غاديش نشوفه ما الذي حفظنا فهذا التمارين هادي غادي نديره رسنا بحال ما قرناش هذا كدس انطلاقا من هذه الواثقة إذا كيف نستغل له هذه الواثقة نحن نعرفها أصلا بأشرة تمثل هذه الواثقة إذا الشكل آلف ماذا يمثل؟ الشكل آلف يمثل مختلف المصادر الطاقية المساهمة دي المختلف المصادر الطاقية في إنتاج الكهرباء الشكل با يمثل ماذا؟ كمية سيودون محرارة من طرف مختلف المصادر منتج الطاقة إذا بالتالي هادي نلخصوا الواثقة بالشكل التالي إذا الشكل آلف تنقرأوا العنوان دي المصادر الطاقة مثل هذا الشكل آلف مساهمة مختلف المصادر في إنتاج الطاقة الكهربائية إذا تنجدوا هنا الفحم الحجاري تنجدوا البترول الغاز الطبيعي ثم الشكل ذات يمثل كمية سيودون محرارة في الأجواء إذا من هذا الشكل آلف والشكل ذا نريد أن نقرأ العلاقة بين إنتاج الكهرباء بينما تأثير إنتاج الكهرباء في ماذا؟ في الاحتباس الحراري أعطونا واحد المعلومة في الأول التبريد ما هو؟ أن تنائي أكسيد الكربون السيودون هو الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري إذا لا تكلمنا على الاحتباس الحراري سنتحدث عن السيودون فهم التبريد حيث أن الوضوع من الشكل الول مع الحراري مع الوضوع التبريد ومن أقلب للشكل آلف التبريد في إنتاج التقع الكهرباء خيط النوع سنجد بأكبر كمية المنتقبل للغاز لذا سنجد أن إنتاج الكهرباء يعتمد بانكثرة النسبة فاحم الحجاري البترول الغاز الطبيعي هذه المصادر تنتج أكبر كمية اكسيد الكربون الشيء الذي يؤدي الى الاحتباس الحراري والجواب في هذه الوثيقة نعتبر هذه الورقة سأخذكم نهار الفرط إذا قالوا ان الوثيقة استغلال الوثيقة في الشكل آلف والشكل ذا لكي نستغل الوثيقة نعرف العنوان الملحني معرفة ما تمتل ومختلف المصادر المتدخلة في إنتاج الكهرباء ثم الشكل ذا العنوان ذا هو كمية السيود المنباعتة من مختلف المصادر السيود هو الاحتباس الحراري إذا كان مصادر يعطي كمية السيود بمعنى أن يساهم في الاحتباس الحراري من هنا من هنا ستتقلم على اشنام العناصر لتتساهم لقيت 68% لتتساهم كمصدر لإنتاج الكهرباء وبالتالي في نفس الوقت لتتمثل أكبر خطار وأكبر مساهمة في الاحتباس الحراري لتساهم من المصادر من المصادر من المصادر المصادر من المصادر لتساهم لإنطلاق من المصادر من المصادر من المصادر من المصادر من المصادر لتساهم من المصادر من المصادر من المصادر من المصادر السؤال الموالي السؤال الموالي باستثمار معطيات الواثقة الثانية بين نجاعة الإجراءات التي إجراءات في تفعيل المغرب لالتزامه أو الالتزاماته في كوف الفانتاية إذن هذه الواثقة تتمثل تطور مصادر مختلف المصادر في إنتاج الكهرفة من المغرب ما بين 2019 و 2015 إذن سبقنا في الجوابنا السابق لقد كنا 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 نستعمل في إنتاج الكهرفة المصادر محفورية بمعناء الغاز البترول ثم كذلك استعملنا الفحم الحجري هذا يعني أن وراء تلوت ونسبة كبيرة من السعود واش تلاحظوا هنا؟ أنه ماذا؟ استعمال مصادر الشمسية مصادر ريحية في 2018 مصادر مائية ثم المصادر الشمسية في 2015 عندنا مصادر المائية ثم المصادر الشمسية ثم المصادر الريحية المصادر المائية هنا في هذا الشكل الثاني من الوثيقة الشكل الثاني من الوثيقة اثنان أشيء عندنا أن المغري باستعماله لهذه الطاقة الرحية سيساهم في خفض كمية السودو باستعماله للطاقة الشمسية سيساهم في خفض ماذا؟ انبعاد تنائي اكسيد الكربون سنجمع المعلومات التي من هنا العشنائية هي هذا الشكل الثاني لدينا الوثيقة الثانية عندنا ماذا؟ عندنا مساهمة المصادر الريحية والشمسية والمائية والمائية اذا في الوطنة والا في الفرط المراقبة مستمرة ستكتبوه كتابتها لا تديروش بحالي هكا هنا هي الصورة المغرب المغرب تستعمل هاد المصادر هاد الشيء من بعد الجملة اللي غادي غادي ربطوها بالمعلومة اللي غادي نخرجوه من الشكل ذا هذا الشكل ألف لدينا خفض انبيعات ثنائي وكسيد الكربون سوف نجمعهم في الجواب أشخارج من الآلف وأشخارج من الآلف وبالتالي نعطي الجواب على الشكل التالي أن المغرب يستعمل إذا المغرب يستعمل مثلا بالتحجم الرأسي كل شيء من الوطائق إذا الشكل ألف يستعمل المصادر الريحية والشمسية والمائية وعندك ذلك في الوثيقة خفض مسامة ويخفض من مساهمة ماذا؟ هذا اللي بالخط المصادر أحفورية مثلا نجيب كل شيء من الوثيقة المصادر الأحفورية في إنتاج الطاقة الكهربائية ونكتب الكهربائية الربطة بهذا الشكل الذي كنا عندي خفض إنتاج ثناء اكسيد الكربون إذا سيكتب وبالتالي يخفض من إنتاج ثناء اكسيد الكربون نعود تنشوف الوثيقة هذا العنوان تعطيني فكرة على المضمون ثم العنوان التانية تعطيني فكرة على المضمون تنجمع المعلومات تنجمع المعلومات يمكن أن نخرج من الوثيقة هذا هو الجواب على السؤال إذا طلبوا مننا نبينوا بأنه المغرب نازح في هذه استراتيجية لاحظنا بأنه إلا استعمل المصادر الريحية والمصادر المائية والمصادر الشمسية وقلس من المصادر الأحفورية سيقلس الكربون هذا هو الجواب دينا على السؤال نشوف تتمت التمرين دينا بخلاف المغرب لجأت العديد من الدول إلى اعتماد الطاقة النووية كبديل عن الطاقة المحفورية لإنتاج الكهرباء وقد عرفت بعض المحطات النووية حوادث نتج عنها تصرب الإشعاعات النووية إلى المحيط البيئي تقدم إشكال واثقة ثلاثة معطيات تتعلق ببعض هذه الحوادث إذن عندنا هنا الشكل تقدير نسبة الوفاية بسبب السرطانات الناتجة عن كارثة شرنوبيل من الواثقة ثلاثة والشكل آلف من الواثقة ثلاثة تعطينا بعض الكوارث إذن طلبوا مننا في السؤال ثلاثة باستثمارك لمعطيات الواثقة إذن لا نجلب شيء من الدرس ديانا ولا اللي حفظنا ما نديرو هنا بالحفاظة باستثمارك لمعطيات الواثقة ثلاثة نحدد أطار استعمال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء إذن أشلي لاحظنا في هذا الواثقة أشلي تتمثلنا تتمثلنا الحوادث النووية وهنا أشلي تتمثلنا تتمثلنا الوفايات نتيجة لماذا لكوارث انفجارات النووية مثلا بحل كارثة شرنوبيل إذن الجواب ديانك سيكون سيكون بشكل تالي استعمال الطاقة النووية محاط بإخطار يمكن أن تحدث مثلا آآ انفجارات بالمحطات النووية كارثة شرنوبيل وفوكوشيما تؤدي إلى التصرب الإشعاعات النووية ورجعوا لهذا باق أشعدنا في باق شكل باق التصرب الإشعاعات النووية يؤدي إلى سرطانات كسرطان الغدة الدرقية سرطان الدم وسرطانات أخرى التي تسبب نسبة وفايات الطروح ما بين 10 في المائة 67 في المائة إلى 58 في المائة إذا كنت أضع لا يوجد أي شيء ما بيننا والجواب أضعها للشكل بالتالي حيث ترتفع نسبة السلطرة ترتفع عدد الوفايات نسبة للسؤال الأخير هنا رقم 4 اعتماد على ما سابق المعلومات هذه ما قلنا؟ قلنا انه الاحتفاس الحراري السبب هو تنائي اكسيد الكربون وهو تنائي اكسيد الكربون شكل مسبب له وهو استعمال تقلب حفورية لانتاج الكهرباء ولا بغينا نحدوه من الاحتفاس الحراري يجبنا نقصه من مساهمة الطاقة المحفورية في الطاقة الكهربائية طلبوا مننا نعطيهم الرأي دينا في الاختيارات الطاقية للمغرب مقارنة مع نموذج الطاقة النووية التي تعتمد دول أخرى هنا هذا السؤال ما تقول لك أعطي رأيك أمي كفيش نقول نعم أنا مع المغرب تنقول نعم أنا مع المغرب لماذا؟ لان هنا ما شلي تقلبوا لي الوضع هذا السؤال هذا أنك تعطي الرأي وتعطي تبرير ذلك الرأي بحال مثلا مني كنتو دوزتو في السنة أولى باك دوزتو الجيهوي في الفرنسي ديغنيجو دان كونداني وتعطي الموقف ديالك من عقوبة الإعدام وتعطي علاش تتبرره ناس الشيء وقت مرقتي أعطي رأيك سوف نعطي الرأي ديالي ونقول علاش إذا كنت مع استعمال الطاقات المتجددة سوف تقول علاش إذا الاختيارات الطاقية للمغرب مهمة جدا لماذا؟ من خلال هذه المعطيات ومراعطاك إذا سوف تعطي رأيك بالإعتماد على هذا السبق إذا لماذا لاحظنا؟ أن المغرب موفق في الاختيارات العلاش لأنه إذا استعملنا الطاقة النووية ما يحدث؟ ما يمكن تحدث واحدة كاريتا وتعطي ماذا تصرب نفايات النووية وتعطي ارتفاع فاش في عدد الوفاية بينما لا استعملت الطاقة الشمسية لا تحدث كاريتا ولا استعملت الطاقة الرحية مفهوم؟ إذا الجواب ديالنا سوف يكون على الشكل التالي رغم كون مصادر نووية توفر طاقة كربائية مهمة إلا أن الأخطار أخطار التي يمكن أن تنجمها عن وقوع حوادث على مستوى المحطة النووية تكون لها عواقب وخيمة على الأوساط البيئية وعلى صحب الإنسان وبالتالي اعتماد المغرب على مصادر الطاقة المتجددة التي توفر طاقة كربائية أقل إلا أنها تظل صادقة للبيئة حيث تساهم في التنمية بلا من قولها التنمية المستدامة أنها ليست لها أخطار مثلا على الأوساط البيئية أو على صحة الإنسان قبل النهاية نفرقه بين تمرين تتعلق لسترداد المعارف هذا في الحفظ والمكوين الثاني التي تكون في الوطني وتنظر أن تكون لديكم طفل فرط المرقبة مستمرة التي تكون تحتاج عنوان التواصل كتابي هذا المكوين الثاني تعتمد على المنهجية لمادة علوم حياة الأرض وكيف تنفع تمرين هذا؟ انطلاقاً من الوطائق سنجاوبوه بلا من نحتاج أن نكونوا حافظين ولا حتى نكونوا على دراية هذا الدرس انطلاقاً من الوطيقة سنخرجون معلومة وعندما نخرجون معلومة الوطيقة سنأخذ العنوان الوطيقة تعطينا فكرة على المحتوى وتنظفوا هذا المحتوى في إطار إجابة على السؤال المترجم سنرى مازال فروض وطنية أخرى إن شاء الله في باقي الحساس المقبلة إلى اللقاء